السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اهم المواقع في عمل الذكاء الصناعي سواء بيديوهات او صور او صوت رانوي. المواقع ده عملاق وجبار. وللاسف احنا ما كلمنش عنه بما يفيه حقه. لانه فيه فعلا حاجة عملاقة جدا وسهلة جدا في الاستخدام. وكان من اوائل المواقع اللي تديها تيكست يعمل لك فيديو. تديها صورة يعمل لك فيديو ويتعقب الحاجات. ففيه حاجة كتيرة جدا. يعني حتى الشعر او الوبر كل الحاجات دي بيعملها بدقة شديدة جدا. الحيوانات برضو يعملها بدقة شديدة جدا. طيب الشغل عليه بقى سهل ولا صعب? اسهل مما يمكن. كل عليك ان انت بس تختار ايه الاداة اللي انت عايزها وتبدأ ان انت تشتغل عليها. يعني خليها مسلا ناخد تيكست فيديو. هنديله تيكست. يبدأ هنا هو يعمل لنا الفيديو اللي احنا عايزينه. ممكن تقول له مسلا انا عايز لقطة من مشهد فيلم حاجة كده. طيب بيقول لك انت ممكن ترفع صورة. هو يبدأ ان هو يعمل لك الصورة دي كفيديو. فدي سور انا كنت رفعتها قبل كده. طيب خليها نرفع صورة تانية يكون مختلفة. يعني ممكن ترفع صورتك وتقول له انا عايز الصورة دي تكون بتبتسم تكون بتتكلم. يبدأ يطلع لك صور ممتازة. خليها مسلا دي صورة كنا عملناها بالزكاة الاصطناعي من خلال ليوداردو. كورس شرح الزكاة الاصطناعي الاطفال. وهو هيسايف الاسد بحيث ان احنا نستخدمه بعد كده ان شاء الله. طيب. ونقول له. يبدأ بياخد الصورة ويبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يتعامل معها. تعالى نشوف الفيديو. طبعا تقدر تعمل واحد تقدر تكبر ترك كلام. تقدر تحدد له حرقة. فيه بحيث ان الشفايف تتعامل مع الكلام. تكتب الكلام والشفايف تتحرك معك. الفيديو بتعمل بطريقة سهلة جدا جدا على الموقع. ده اه جين تو فيه جين سريء. لكن ده لسه بفلوس. تماما. هنا انت ممكن تفعله ملف صوت او تسجل صوت. فيبدأ يخلي الشفايف تتحرك مع الصوت بتاعك. او ملف متسجل عندك تتبقى ان انت تخليه يتحرك. طيب بيقول لي لو انت عايز تقدر ان انت تشغل. احنا كل ده شغالين ده اللي هو مجاني. تمام? فمن بالك بقى لما تخش تشتري وتخلي الحاجة بفلوس طبعا هيتوصل بك اكتر وبيديك حاجة ادبانسة شوية. فيديو تو فيديو هتدي له فيديو بمسلا فيديو طبيعي تقول له وحاول له كارتون. هيغير لك الستايل بتاع الفيديو. ممكن تقول له الفيديو ده انا عايزه بشكل سينماتيك. هذه الحاجة اللي احنا كنا عملناها قبل كده. ممكن اي واحد فيه منقول له اعملها لنا باي ستايل انت عايزه. ماشي ممكن نعمل drag and drop كده. ده original input. ونبدأ بقى نختار اي ستايل اللي احنا عايزينه. ممكن نعمل replace للصورة ونبدأ نقول له generate اللي احنا عايزين. او ممكن ندلو gromit نقول له احنا عايزين نغير الستايل ده لكارتون لاناليسز اي حاجة انت عايزها. او ممكن تدلو صورة وتقول له ابدأ اشتغل عليها. ممكن نجي من هنا نقول له احنا عايزين مسلا ان يبقى شكله متل. او طبيعي او 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 اي حاجة بقى انت المتفضلها. وتقول له generate. فيبدأ اعمل لك فيديو جديد. هو ما بيخدش وقت. لكن بيقول لك لو انت عايز حاجة اسرع ممكن تعمل upgrade. فبدأ يديها يعني مسحة كده من المتل. حتى الناس الطبيعيون بقى في كأنه هو متل. فتقدر تغير الستايل زي ما انت عايز لحاجة اللي انت شيف هم ناس باليك. هتلاقي في حاجة خاصة بان انت تعمل صوت. في حاجات ان انت تدي له اي كلام والوجه تحرق الشفاية تتحرك على الكلام اللي انت اديته له. في ان تحذف الخلفية. في مواقع كثيرة بتحذف الخلفية من الصورة. لكن ان انت بيحذف الخلفية من الفيديو نفسه. فدي حاجة يعني بتتعمل بالبرامج زي ادوب افتر افكت لكن بتاخد وقت وادوب برمير بس تاخد وقت طبعا عشان تتعمل. انما هنا مجرد ان انت بتحط الفيديو وتقول له احذف لي الخلفية. خلاص بيحذف الخلفية. باش محتاج اي حاجة بتاني. تقدر تقول له احذف خلاص. اختار الفيديو اللي انت عايزه وقول له ديفه للتايم لاين. واحذف الخلفية هيا خلاص. الطالة الخلفية. بيقول لي انت عايز تحذف ايه? ممكن نقول له عايز ان احذف كل الكلام دوت. تحدد الحاجات اللي هي ايه? ما لاش علاقة بالشخصيات. وتقول له تواكل على الله احذف. وطبع انت ممكن ترفع حاجة من عمدك من على الجهاز upload. وانا بقى بيقول لي خد الاعدادات اللي انت عايزها. ممكن نعمل blur للبكجراوند. ممكن نعمل replace للبكجراوند. نحط خلفية تانية. ممكن نعمل trim للفيديو. خلاص انت اختارت اللي انت عايزه. وقول له بقى ايه? دون ماسك. بيبدأ يشغل على حسف الخلفية. طبعا تقدر ان انت تزود الحاجة اللي انت عايزها زي ما انت عايز. ممكن تقول له لأ الاشخاص دول انا عايزهم لأ ده انا عايزة اغير دول احذف دول. لحد ما توصل للنتيجة اللي انت عايزها. عندنا تاكست وامج تدي له تاكست يعمل لك الامج اللي انت عايزها. امج تاكست وامج هتدي له صورة يعني يغير لك الاستيل بتاعها. عندك صورة وعايز تشوف لو اكسب اند امج كبرناها ايه اللي كان ممكن ان يبقى حواليها. يعني صورة الموناليزة لو زبطناها نقدر نشوفها تاني. ممكن تحذف حاجة معينة وتحط حاجة مكانها. زي ما انت شايف فيها امكانات كترة جدا. سري دي كابتشار. تقدر تعمل موضل سري دي زي ما انت عايز. فيه تزبط القلر. فيه سلو موشن. ممكن تكون عندك فيديو تقدر تخليه سلو تقدر ان انت تطول المدة بتاعته. ابسك الامج تزود تخلي صورة اقصر جودة. تمام؟ هي نفس الصورة مجرد ترفعها هيبدأ انه يعلي لك الجودة بتاعتها. فالموقع جميل ومحتاج ان احنا نقض كل شوية كده نتكلم عنه ونستمتع بيلي انه هو من البرامج القوية اللي تستاهل التجربة الصراحية يعني. طبعا جين سريه حتى الان بفلوس. ونقدر نقول له ايه اي تولز. فيبدأ يجب لنا اي تولز كترة جدا. كل مرة بقى اي تجرب حاجة. يعني انا عندي فيديو. وبش عايز واجه الناس تظهر. فبترفع الفيديو. وتقول له اوتوماتيك اول ما تلاقي صورة شخص ابدأ ان انت احذفه. يعني احذف مثلا صور الاطفال دول مثلا. هو اول حاجة بعملها ايه? دي تيكشن للصور. ويبدأ يعمل لها بلور. نقدر اتحكم في درجة البلور. تخيل ده في فيديو. باش في صورة واحدة. لا. الفيديو بيبقى كل ثانية ممكن يكون فيها 18 فريم. اهو كده اعمل لهم بلور الواحد نيل تلاتة اربعة الاربعة دول. خلاص. لو صح هتقول له اوكي اكسبورت. لو في انت بيتحركوا برضو بلور بيتحرك مع الوجه بتاعها. فصراحة الحاجات دي بتاخدوا بوقتي اكتير قوي. لان انت محتاج فريم فريم تزبطه. لو انت بتعملها بالوقت العادي ممكن تخب منك ساعدي. لانا ما اخدش سواء.